عظمنا راعد الرقاد وصباح الخير من جديد راعد يسعد صباحك راعد معنا راعدين وهيبتين ضل لانا كمان وحدة لا انا بس واحدة صباح الخير لانا وهيبة صباح الخير لكم يسعد صباحك راعد يلا خلينا نشوف شو محضريننا لليوم والهواء معك من جديد اشكرك لانا اشكرك هيبة دائما اكيد زي ما تحدثنا في صباحات اليوم وصباح برنامج يوم جديد تحدثنا عن المركز الوضعي المحوز الزراعي وتحديدا زراعة الأنسجة النباتية اليوم زي ما بنشوفه اليوم بمختبر زراعة الأنسجة النباتية سنتحدث أكثر عن هذا المختبر وأيضا إدخال هذه الزراعة وتكنولوجيا على هذه الزراعة داخل المركز الوضعي المحوز الزراعي مع الدكتور إياد أمسلم وهو رئيس قسم زراعة الأنسجة النباتية سيد صباحك دكتور سيد صباحك وأهلا وسهلا بالجنة بكم العافية أهلا وسهلا تحدث بداية عن زراعة الأنسج النباتية بتعريف عام بالبداية ما هي زراعة الأنسج النباتية؟ زراعة الأنسج النباتية في جزء أغلب المشاهدين يسمعون عن أطفال الأنابيب لكن نباتات الأنابيب يمكن البعض أول مرة يسمع عن هذه التقنية هي عبارة عن أخذ جزء صغير من النبات وضعه في أوعية زجاجية على مادة تدعم نمو هذا النبات وهو على شكل جل نحط من خلال هذا الجل كل العناصب الغذائية التي يحتاجها النبات لأننا الجزء الذي نأخذه طبعاً نحن مش محكومين بأي جزء ممكن نأخذ من نبات ممكن نأخذ ورقة ممكن نأخذ جزء من ورقة ممكن نأخذ برعم ونحطه على هذه البيئة التي تدعم نمو هذا النبات هناك مراحل لهذه العملية مراحل بالتفصيل استغلال الوقت دكتور أنا أحاب الآن معك والمشاهدين بعض المراحل الموجودة داخل هذا المختبر أول مرحلة بيمر فيها برحلة النبات هي تقطيع النبات تقطيع هذا النبات إلى أجزاء وهذه الأجزاء نأخذها على أساس نزرحها على البيئة التي تدعم نمو هذا النبات لأن الجزء الذي تأخذه نأخذه من نبات الأم لذلك يجب أن تضعه على بيئة تدعم نمو هذا الجزء يعني هذا المرحلة المخرى تروني برحلة بهذا المكان إحنا حكينا يعني أنه بدنا الآن أن نحط بيئة تدعم نمو هذا النبات وبالتالي هون المهندس الحياة قاعدة بتحضر بيئة بتساعد لنمو هذا النبات واكثره يعني زي ما شايفين احنا منحاول نحط كل العناصر اللي بيحتاج للنبات من منحط أكثر من 16 عنصر مغذي للنبات وطبعا هون تكمن سر يعني زراعة الأنسج النباتية لأنه كل نبات بحتاج إلى بيئة خاصة وبالتالي يعني كل بعض النباتات يعني نحتاج أكثر من سنتين حتى نحصل على شو البيئة المناسبة إلى وشو البيئة اللي ممكن يعيش عليها فهون كزي ما احنا شايفين قاعدين منحضر البيئة المناسبة للنبات راحين ننتقل الآن للمرحلة الثانية وهي زراعة النبات على الأنابيب هون زي ما شايفين يعني إذا سمحت الدكتور يعني هون مرحلة احنا كزي ما نشوف هي نسميها غرفة عمليات بدكي صح؟ بالضبط طبعا احنا عندنا هون غرفة العمليات يعني هاي أشبه ما تكون بطاولة العمليات بيكون فيها مشارط بيكون فيها مواد للتعقيم بيكون فيها الأوعية اللي جاهزة اللي بدنا نزرع عليها النباتات طبعا أي يعني كل المواد بتكون جاهزة للزراعة بعد مرحلة الزراعة ووضع النبات في الأنبوب يعني هون منشوف منشاهد الآن السيدة سميحة راح تقوم بإخراج جزء من النباتات طبعا ميزة زراعة الأنسج النباتية هي وقدرتها على الإكثار يعني احنا بنلاحظ الآن نأخذ قاعدين جزء صغير من النبات وكل نبات الآن طلعته راح يتم زراعته على وعاء جديد وبالتالي راح يكون في عنا يعني كل نبات راح يطلع لأقل إشعى عشر نباتات فأنت بتحكي عن مضاعفات متوالية وهنا تكمل قوة زراعة الأنسج النباتية بالكم الهائل اللي ممكن تنتجه من النباتات نحنا بنشوف هاي المادة دكتور هي الشماء أنت حدثت بها اللي هي آخر إشبه على المرتبات هي مادة تشبه الجل طبعا هي مكونة من آغار والعناصر الغذائية اللي تدعم نمو هذا النبات يعني هذا النبات الآن حطيته في بيئة مناسبة جدا جدا لنموه بالتالي راح يكون يضاعف ويكثر حجبه بشكل كبير جدا الآن هذا النبات جاهز طبعا كل نبات من هذا راح يعطيني أقل إشعى عشر نباتات بعد شهر شهر فقط شهر راح يعطيني عشر نباتات جاهزة لإكثر مرة ثانية بعد هيك لازم نحط النبات في بيئة يعني تكون مناسبة له من ناحية الإضاءة من ناحية درجة الحرارة نشوف الأجواء حامية شوي هون يعني حرارة درجة حرارة مرتفعة نحن الآن نركز شوي على أكثر نباتات الاستوائية زي الاناناس وزي الموز وبالتالي البيئة اللي احنا حاطين فيها تقريبا درجة حرارة 28 ل 29 درجة مئوية لأنه النبات لازم يكون ضمن درجة حرارة مناسبة ضمن إضاءة مناسبة ضمن كمان الكون الرطوبة مناسبة له حتى ينمو ويتكاثر بشكل كبير جدا يعني هون منشوف نباتات الموز موجودة في طبعا هاي زراعة الموز دكتور نعم هذا نبات الموز الآن موجود هذا أحد الأصناف اللي كان أحد المزارعين برغب بيكثاره بشكل كبير جدا وبالتالي كان في تعاون معنا ومع المزارع لإكثار هذا الصنف من خلال مختبر زراعة الانسجن نباتي يعني هاي النبات اللي موجودة الآن مزروعة هون صار له أكثر من ثمان شهور طبعا موجود وتكاثر يعني كان حجمه صغير جدا جزء صغير الآن بتكاثر يعني كمان بعض التقنيات الآن صارت تستخدم في نباتات الزينة ولتجميل المكاتب أو المناطق اللي منكن تزرحها طبعا بيئة نظيفة ما فيها أي باي برودكت أنه تطلع وتوسخ البيئة يعني زراعة نظيفة جدا والتقني هاي من التقنيات الخضراء هون بتشوف هي بداية الزراعة اللي بتشوف تكتور هذا أحد النباتات اللي هو مهدد بالانقراط حاليا قاعدين نشتغل عليه ومنكثره وكثرناه والله الحمد بأعداد كبيرة جدا وراحين نعيده للموئله الأصلي المناطق البادي والمناطق اللي هي جافة جدا لأنه النبات هاي بتحمل الجفا يعني أيضا دكتور بنشوف بعض النباتات الموجودة هي مهدد بالانقراط في هذا المكان احنا بنشتغل على نبات مهدد بالانقراط ما فيش غير الشجرتين الآن موجودة في الأردن لكن احنا بحمد الله قدرنا نكثره بأعداد كبير وراحين نعيده للموئله الأصلي بعض النباتات كمان نباتات الزعتر اللي هي البلشت تتراجع كمان والموجودة في البادي الأردنية حاولنا نحن نكثرها ويعني فيها الآن عداد كويسي رح يتم إطلاقها مرة أخرى في البادي الأردنية هل تحدثت عن صنف الأنناس أو فاكة الأنناس الموجودة عندنا في هذا المكان في تعاون مع أحد المزارعين اللي كان برغب بالاستثمار في زراعة الأنناس لكن ما وجد بالسوق نباتات كافية لذلك كان في تعاون بيننا وبينه لإنتاج الأنناس يعني جوز الكمية هاي اللي بتلاحظوها الآن أكثر من 7000 نبات موجودة في غرفة في هذا المكان 7000 نبات طبعا بالأنناس بس لنباتات الثانية لسه أكثر يعني عندك أكثر من 10 ألاف نبات موجودة في مساحة صغيرة وهاي من ميزات زراعة الأنسج النباتية أنك بتوفر بالمال وتوفر بالجهد وكمان بمساحة صغيرة جدا ممكن أنك تنتج أعداد كبيرة جدا بطور احنا بنحكي للمشاهدين أنه هاي مش آخر مرحلة يعني احنا اليوم في مرحلة أخيرة أيضا اليوم لهذا النبات ينزل على الحقول تحديدا صحيح يعني تحطوا الآن في بيئة زي الخداج زي الخداج الأطفال يعني هيك بنسميها طلعوا الآن للبيئة المباشرة بالتالي لازم انهيئ النبات حتى ننقله للبيئة الخارجية راح ننتقل احنا وياكو للجزء الثاني اللي هون راح ننجحز النبات الآن من خلال الآن النبات موجود داخل الانابيب اللي كانت موجودة بالحاضن راح ننطلعه هون ما بعد المرحلة الأخيرة ما بعد المرحلة سمحتين يعني كاميرا هون على الكاميرا أيوة بتم إزالة طبعا الجزء اللي هو موجود بالجل يعني الجل الآن منتخلص منه لأنه مننهيئ النبات للبيئة الخارجية وبتم زراعته على بيئة يعني نحن نحضرها زي هون شايفين خلطة من البيتموس والبيرلايت الناس الآن النبات يعني نحن نشوف عمليات حديثة ومطورة للزراعة غير التقليدية دكتوريات نعم صحيح يعني هاي من ميزات اللي احنا بنحاول انه ننقلها كمان للمزارعين وللمستثمرين يعني لازم المستثمار يكون موجود فيه هيك جاهزة تنزل على الحقول دكتور الآن بتقعد اسبوعين عنا بالمختبر في هون في الغرفة الثانية هاي من سميها غرفة الأقلمة فاضل دكتور هون احنا داخل غرفة الأقلمة هاي الغرفة الآن يعني موجود للنبات مثلا زي النبات هذا الآن ناس قاعد تقريبا اسبوعين الآن جاهز لإخراجه وإنتاجه يعني للمزارعين كمان هذا النبات اللي حكينا عنه انه مهدد بالانقراض زي ما شايفين الآن فيه نباتات موجودة لنقلها وزراعتها في البيئة الأردنية نعم يعني دكتور رياد أنا بدي أشكرك وأشكر جهودكم هاي الجبارة بصراحة للحفاظ على بعض الزراعات المهددة بالانقراض تحديدا وأيضا بعض وإدخال بعض التكنولوجيا الموجودة في هذا المختبر لزيادة أعداد النباتات بدي أشكرك ورسالتك الأخيرة الآن لكل عزانا مشاهدين دكتور يعني احنا ندعو كل المستثمرين يعني احنا نعرف أن الأردن محدودة في الموارد المائية محدودة في الأراضي القابلة للزراعة لكن من خلال هذه التقنيات في تقنية زراعة الأنسج النباتية ممكن تنتج وتنتج بأعداد كبيرة وتدخل يعني استثمار عملة صعبة للبلد والتالي احنا ندعو الجميع وخاصة مثلا المشاتل لو كان عنده مختبر ولو صغير أنه من خلاله يقدر ينتج طبعا نوعيات لأنه تتميز يعني النباتات الناتجة من زراعة الأنسج النباتية تتميز أنها خالي من الفيروسات خالي من أمراض مطابقة مئة بالمئة لنبات الأم وبالتالي يعني دعوة للجميع للإستثمار في هذا المجام شكرا الدكتور إياد يعطيكم ألف عافية وجهودكم جبارة كافة العاملين أيضا في هذا المركز الله يعافيك شكرا إلىك إذن مشاهد الكرام أكيد بهذا الربط المباشر الصباحي والحديث عن زراعة الأنسج النباتية داخل المركز الوطن المحوز الزراعية وعملية بالترتيب اليوم تحدثنا عن هذه المرحلة ومراحل كثيرة تمر بها زراعة الأنسج في المركز الوطني البحوز الزراعية وهي دعوة إلى كل مزارع اليوم أن يتجه إلى مركز الوطن المحوز الزراعية للاستشارة أيضا وتقديم المساعدة بكافة المزروعات داخل مملكتنا وردي هاشمين كمان اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين حفظه الله وراءه دائما بيحافظ أو بيحاول اليوم يوصر رسالة جلالة الملك لكل أخوان المزارعين بإدخال تكنولوجيا في الزراعات الحديدة والمتطورة تحديدا في كافة مملكتنا الآن عودة إلى هبة ولانا لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد يعطيك ألف عافية رعاية تحياتنا أكيد لضيوفك الكرام وتحياتنا إلى مركز البحوط الوطني للزراعة